احنا بدأنا فكرة تطوير التعليم الفني لدعي الخوض في استراتيجية طويلة من خمس محاور أساسية عشان نطور تعليم الفني أساسها المشاركة مع القطاع الخاص في وضع تصور عن ما هي المهن الموجودة حالياً اللي المفروض تبقى هي دي اللي منزق فيها الخارجين وكمان في الخمس عشر سنين الجايين هي المهن المستقبلية اللي ممكن تظهر في السوق الحاجة إليها وبالتالي نوجه ولادنا عنها الحاجة التانية إزاي نبني مناهج قائمة على حكاية الجدرات اللي لها الحاجات دلوقتي بقيت الناس فهمها عشان القطاع الخاص يشارك في بناء هذه المناهج عشان هو المستفيد الأكبر من الخارجين اللي احنا مطلع له بعد كده بدأنا نشوف إزاي نقدر نوصل للولاد ده إن شاء الله في المستقبل القريب هم موجود زي كتالوج يقدر الولد في السن مبكرة جداً في المرحلة الاعدادية يتفرج عليه ويشوف المهنة دي أو هو شايف نفسه بيحب الحاجة دي طبعاً بالإضافة لمجموعة من الاختبارات اللي الولد بيمر بيها أو الولد أو البنت كلهم ولادنا بيمر بيها عشان يلتحق بأحد المدارس التكنولوجية التطبيقية المدارس دي هم مدارسة 38 مدرسة احنا بدأنا سنة 2018 بتلت مدارس النهاردة هم 38 مدرسة كانت في 2018 التلاتة واحدة في المنوفية واثنين في القاهرة النهاردة عندنا 38 مدرسة في 11 محافظة مختلفة في كل تقريباً القطاعات الاقتصادية لأن احنا يهمنا أن كل محافظة نحط فيها المدارس التكنولوجية الداعمة للنشاط الاقتصادي الأساسي الموجود في هذه المحافظة نحن 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 نح